اسرائيل صاحبة تاريخ طويل وممتد في انتهاج سياسة الاغتيالات حيث تشكل تلك السياسة استراتيجية حربية اعتمدتها لعشرات السنوات لكنها عادت لتتصاعد وطيرتها منذ السابع من اكتوبر واعلان حزب الله دخوله على خط المواجهة مع اسرائيل بعد عملية طوفان الاقصى وبعد ثمانية عشر عاما من حرب عام الفين وستة اعلنت اسرائيل نجاحها في اغتيال الامين العام لحزب الله حسن نصر الله اثر غارة اسرائيلية استهدفت مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضحية الجنوبية لبيروت حسن نصر الله ثاني امين عام لحزب الله تغتاله اسرائيل فقد سبق لها اغتيال الامين العام للحزب عباس الموسوي بضربة جوية عام الف وتسعمائة واثنين وتسعين كما اعلن الجيش الاسرائيلي اغتيال قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله ابراهيم قبيسي في جنوب لبنان ونائبه في غارة استهدفت هما وفي العشرين من سبتمبر استهدفت غارة اسرائيلية على الضحية الجنوبية قائد عمليات حزب الله ابراهيم عقيل الرجل الثاني في الحزب والمساعد العسكري للامين العام حسن نصر الله في تلك الغارة ايضا قتل احمد وهبي وعدد من كبار القادة ويعد وهبي قائدا كبيرا اشرف على العمليات العسكرية لقوة الرضوان قوة النخبة في حزب الله في حرب غزة حتى اواء العام الفين واربعة وعشرين وفي الثلاثين من يوليو الماضي تم الاعلان عن استهداف فؤاد شكر القائد العسكري الاول لحزب الله ومستشار الشؤون العسكرية لنصر الله وكان شكر واحدا من الشخصيات العسكرية البارزة في حزب الله منذ نشأته قبل اكثر من اربعة عقود وفي الثالث من يوليو استهدفت اسرائيل قائد عمليات حزب الله على الحدود محمد ناصر في غارة جوية في منطقة صور وفي قصف اسرائيلي على مركز للقيادة والتحكم بجنوب لبنان تم اغتيال قائد وحدة النصر المسؤولة عن عمليات حزب الله قرب الشريط الحدودي مع اسرائيل والمسؤول عن وحدة المسيرات والصواريخ الدقيقة طالب عبد الله في الثاني عشر من يونيو الماضي كما تم استهداف سيارة القائد العسكري وسام الطويل والذي كان عضوا في مجلس الشورى لحزب الله كما اشرف على ملف العمليات الخارجية والتصنيع العسكري بطائرات مسيرة في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان في الثامن من يناير وكان اغتياله هو اول عملية من نوعها بعد طوفان الاقصى